أشهد قادة دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لإحياء العملية السياسية في اليمن ورحب أعلان الكويت تصادر عن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان والسعودية مع جميع الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية جدد بيان قمة دول مجلس التعاون الخليجي الخامسة والأربعين دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس جراندبرغ للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقا للمرجعية الثلاثة ورحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن مكتب المبعوث الأممي بشأن التواصل إلى اتفاق إيجابي بين الأطراف اليمنية لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية كما دعا بيان المجلس الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها وأعلن عنها المبعوث الأممي في ديسمبر من العام 2023 ترجمة نانسي قنقر